مرحباً بكم مشاهدين الأعزاء في قناة مساء الأخبار حيث نوافيكم دائماً بكل جديد ومثير في هذه الحلقة نصلط الضوء على أبرز توقعات الفلاكية الشهيرة ليلة عبداللطيف التي لطالما لفتت الأنظار بدقتها وإثارتها للجدل فما هي أبرز التنبؤات التي كشفت عنها للمستقبل الأريب؟ وهل تحمل لنا مفاجأة سارة أم تحديات جديدة؟ تابعونا لتعرفوا المزيد حلقة جديدة من أحدث التوقعات المثيرة للمرحلة الجاية ولسنة 2025 في الحلقة دي هنتكلم عن توقعات كتير تخص الدول العربية منها اللي هيكون صادم لبعض الدول ومنها اللي هيبشر بخير لدول تانية توقعات ليلة عبداللطيف بالنسبة لمصر قالت ليلة عبداللطيف أن العلاقات المصرية الإسرائيلية هتشهد توتر ملحوظ بسبب حدث كبير هيحصل على الساحة العربية وأكدت أن مصر هتقدر تخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال خطة عمل فعالة ومجهودات ضخمة تحت قيادة الرئيس المصري ومعاه الشركاء في الحكم كمان قالت أن المرحلة الجاية هتشهد مظاهرات في الشرع المصري وده هيبقى بشكل مختلف هنشوف مظاهرات معارضة للرئيس في ناحية وفي الناحية التانية مظاهرات ضخمة لدعم الرئيس تحت شعار مش هتضروا مصر ولا الرئيس الجيش هيكون متأهب لأي محاولة لزرع الفتنة أو زعزعة الأمن وتكلمت عن مياه النيل وقالت أنها هتكون الحدث الأهم لمصر والعالم العربي خلال المرحلة الجاية بالنسبة لسوريا قالت ليلى أن الفترة الجاية هتشهد اجتماع تولاتي يجمع الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي أردوغان كمان هيكون في تبادل زيارات عربية لسوريا ومن سوريا لدول عربية كتير زي قطر والأردن ومصر ولبنان واليمن وأكدت أن سوريا هتدخل مرحلة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي الرئيس بشار الأسد هيعمل تغييرات مهمة في المؤسسات العسكرية والأمنية وهتبدأ حملة كبيرة لمكافحة الفساد بالنسبة للعراق هتشهد العراق شتاء غير مسبوء هيكون في تلوق تغطي مناطق كتير خاصة في السليمانية بجانب عواصف ترابية كبيرة المرحلة الجاية هتشهد ظهور شخصية حكيمة مرشحة بقوة لرئاسة العراق وذكرت أن مقتدى الصدر هيظهر بقوة وبدعم شعبي كبير كمان توقعت اكتشاف أسري مذهل في مدينة بابل هيكون حديث العالم وهيرجع للعراق الازدهار بشكل قوي بالنسبة لليمن توقعت انتهاء الحرب الدموية في اليمن بفضل مبادرات عربية بقيادة السعودية وقالت أن المرحلة الجاية هتشهد حكومة جديدة وجيش موحد بالنسبة للسعودية قالت أن والي العهد محمد بن سلمان هيتم تكريمه عالميا بسبب إنجازاته الكبيرة وده هيكون حدث تاريخي هتشارك فيه شخصيات دولية برزة بالنسبة للإمارات توقعت ان الإمارات هتكون محور اهتمام إعلامي بسبب إنجاز كبير هيحصل على أرضها بجانب أمطار غزيرة وتلوج لأول مرة بالنسبة للأردن الملك عبدالله هيطلق حملة قوية لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود مع سوريا بالنسبة للكويت هيكون في إنجاز أمني كبير لحماية الكويت من مخاطر كبيرة بجانب ترحيل بعض المقيمين بسبب أحداث معينة بالنسبة للمغرب هتواجه المغرب كارثة طبيعية كبيرة بسبب أمطار غزيرة وفيضانات هتسبب خسائر ضخمة دي كانت أهم توقعات ليلة عبداللطيف واللي بتفتح الباب قدام تساؤلات كتير عن مستقبل الدول العربية خلال الفترة الجاية بالنسبة للجزائر قالت ليلة عبداللطيف أن الجزائر هتكون في حالة استعداد وترقب بسبب التوتر المتوقع بين المغرب وتونس ده ممكن يؤدي لتحركات عسكرية أو تأهب على الحدود بين هذه الدول بالنسبة لقطر ذكرت أن قطر هتلعب دور مهم في محاربة الإرهاب في بعض الدول العربية خاصة في منطقة الخليج كمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هيطلق مبادرات إنسانية عاجلة لمساعدة دول فقيرة بتعاني من أزمات مالية حادة بالنسبة لسلطانة عمان السلطان هيثم بن طارق هيصدر قرارات مهمة تشمل العفو عن بعض السجناء خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كمان هيبدأ مشاريع لتحسين البنية التحتية وبناء مجامعات سكنية ضخمة لحل أزمة الإسكان ومن أبرز قراراته المنتظرة تطوير مطار مسقط الدولي وتحديث المرافق العامة في السلطنة ختام التوقعات توقعت ليلة عبداللطيف إن المنطقة العربية ككل هتشهد أحداث كبيرة وتحولات جزرية في أكتر من مجال سواء اقتصادي، سياسي أو اجتماعي بعض الدول هتدخل مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار ودول تانية هتواجه تحديات صعبة ومفاجآت غير متوقعة زي ما بنقول دايما التوقعات دي بتبقى اجتهادات مبنية على قراءة المشهد الحالي والوقت هو اللي هيكشف مدى دقتها بالنسبة للتغيرات العالمية والعربية بشكل عام توقعت ليلة عبداللطيف إن العالم سيشهد أحداثاً دراماتيكية تؤثر على موازين القوى السياسية والاقتصادية كما أكدت أن منطقة الشرق الأوسط ستظل محوراً رئيسياً للقرارات العالمية الكبرى بالنسبة لإيران توقعت استمرار موجات الاحتجاجات داخل إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية مع تصاعد الحديث عن تغيرات داخلية قد تؤدي إلى ظهور قيادات جديدة كما توقعت أن إيران ستكون جزءاً من حوار مهم مع السعودية مما قد يسهم في تخفيف التوترات في المنطقة بالنسبة لفلسطين قالت ليلة عبداللطيف إن القضية الفلسطينية ستشهد اهتماماً دولياً واسعاً مع ظهور مبادرات جديدة لتحقيق السلام لكنها حذرت من تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية أحداث كبيرة في القدس والمسجد الأقصى بالنسبة للسودان توقعت ليلة أن السودان سيشهد انفراجة سياسية واقتصادية في المرحلة القادمة مع توقيع اتفاقية جديدة تعزز الاستقرار كما ذكرت أن المجتمع الدولي سيلعب دوراً محورياً في دعم السودان للخروج من أزماته الحالية بالنسبة لتونس قالت إن تونس ستواجه مرحلة من عدم الاستقرار السياسي بسبب خلافات داخلية وتوترات شعبية لكنها أشارت إلى أن الحلول ستبدأ في الظهور تدريجياً بفضل تحركات عربية ودولية لدعم البلاد بالنسبة للبنان لبنان حسب التوقعات سيظل يعاني من أزمات اقتصادية خانقة لكنها توقعت أن تظهر بوادر حل جزئي من خلال دعم خارجي ومبادرات عربية كما ذكرت أن الفترة القادمة قد تشهد عودة شخصيات سياسية بارزة إلى الساحة اللبنانية رسالة أخيرة اختتمت ليلة عبداللطيف توقعاتها بأن العام 2025 سيكون مليئاً بالتحديات والفرص للدول العربية وبينما ستنجح بعض الدول في الاستفادة من الفرص لتحقيق التقدم والازدهار قد تجد دول أخرى نفسها أمام اختبارات صعبة تتطلب منها الصمود والعمل الجاد ربنا وحده هو العالم بالغيب والتوقعات دي مجرد استقراء للأحداث ونأمل أن الأفضل هو اللي يتحقق لكل الشعوب العربية بالنسبة لليبيا توقعت ليلة عبداللطيف أن ليبيا ستشهد جهوداً دولية وعربية كبيرة لدعم مسار السلام والاستقرار وقالت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية في المشهد السياسي الليبي بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة يتوقع أن تصفر عن قيادة قادرة على توحيد البلاد وإنهاء الانقسامات كما أشارت إلى تحسن الوضع الأمني وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا تدريجياً بالنسبة للسودان وجنوب السودان رأت أن السودان سيواصل البحث عن حلول لأزماته الاقتصادية والسياسية مع بدء خطوات جدية نحو تحقيق الاستقرار بينما توقعت أن تشهد العلاقات بين السودان وجنوب السودان تقارباً ملحوظاً يساهم في حل الخلافات الحدودية والنفطية بالنسبة لموريتانيا ذكرت ليلة عبداللطيف أن موريتانيا ستشهد استقراراً سياسياً نسبياً مع ظهور مبادرات لتحسين الوضع الاقتصادي بما في ذلك اكتشافات معدنية جديدة قد تساهم في تحسين اقتصاد البلاد بالنسبة لتركيا توقعت أن تركيا ستلعب دوراً بارزاً في الساحة الإقليمية خاصة في ملف العلاقات مع الدول العربية وقالت إن المرحلة القادمة قد تشهد تقارباً تركياً عربياً غير مسبوق مع تعاون اقتصادي وسياسي جديد بالنسبة للمغرب العربي بشكل عام قالت إن المغرب العربي سيواجه تحديات بيئية بسبب تغييرات مناخية كبيرة تشمل موجات فيضانات وأمطار غزيرة قد تتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة لكنها أشارت إلى أن هذه الأزمات ستدفع الدول المغاربية لتطوير خطط طوارئ وتعزيز التعاون الإقليمي للتعامل مع التغيرات المناخية بالنسبة للأزمات الاقتصادية العالمية توقعت أن العالم سيواجه أزمة اقتصادية جديدة ستكون لها تداعيات كبيرة على الدول النامية بما في ذلك الدول العربية ومع ذلك أكدت أن بعض الدول العربية ستكون قادرة على مواجهة هذه الأزمات بفضل احتياطياتها الاقتصادية وسياساتها المرينة الساحة العربية مقبلة على تغييرات كبيرة بعضها يحمل الخير والتقدم والبعض الآخر يحمل تحديات وصعوبات المهم أن تظل الشعوب العربية متماسكة ومتفائلة بالمستقبل لأن كل أزمة تحمل معها فرصة للنهوض من جديد كل التوقعات دي بتبقى اكتهادات شخصية والواقع ممكن يكون مختلف لكن الأمل دايما موجود في الأفضل لكل الدول والشعوب بالنسبة للبحرين والكويت توقعت ليلى عبداللطيف أن البحرين ستشهد تطورا إيجابيا على المستوى الاقتصادي مع دخول مشاريع جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة كما توقعت تحسن العلاقات بين البحرين وباقي الدول العربية في المرحلة القادمة أما الكويت فقالت ليلى إن المرحلة المقبلة ستكون محورية بالنسبة للأمن والاستقرار الكويتي مع استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز وأضافت أنه سيكون هناك خطوات مهمة نحو تنمية اقتصادية تركز على التنوع الاقتصادي خارج قطاع النفط كما توقعت أن يكون هناك تطور في العلاقات الكويتية مع الدول الغربية والعربية على حد سواء بالنسبة للجزائر والمغرب توقعت ليلى أن التوترات بين الجزائر والمغرب ستستمر لكن هناك أمل في حدوث فتاح تدريجي بين البلدين عبر الوسطات العربية والدولية وأشارت إلى أن قضية الصحراء الغربية ستظل في بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي مع محاولات لإيجاد حلول دبلوماسية بالنسبة للسعودية والخليج قالت أن السعودية ستشهد عام 2025 تغييرات بارزة في السياسة الخارجية وستسعى لتعزيز دورها القيادي في المنطقة كما توقعت أن يتم تحقيق تقدم كبير في عملية رؤية 2030 من خلال مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة الترفيه والتكنولوجيا وأضافت أن المملكة ستظل لاعبا رئيسيا في حل القضايا الإقليمية مثل الحرب في اليمن وستواصل جهودها في التصدي للإرهاب كما توقعت أن دول الخليج بشكل عام ستستمر في تعزيز تعاونها الاقتصادي والسياسي مع تطور ملحوظ في الاستثمارات المشتركة بين هذه الدول خصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة المستدامة بالنسبة للشرق الأوسط بشكل عام توقعات ليلى عبداللطيف أيضا شملت تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة والاستدامة ولكنها أشارت إلى أن المنطقة ستظل تواجه تحديات كبيرة في قضايا الأمن خصوصا في ظل التوترات السياسية في بعض الدول مثل سوريا والعراق وفلسطين بالنسبة للمستقبل البعيد في المستقبل البعيد، توقعت ليلى عبداللطيف أن تشهد المنطقة تحولات كبيرة في العلاقات الدولية حيث ستبدأ الدول العربية في تحالفات جديدة مع قوى عالمية مختلفة مثل الصين والهند وروسيا مما سيغير ملامح السياسة العالمية كما توقعت أن تكون هناك مزيد من التطورات التكنولوجية في المنطقة مع تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة أخيراً رسالتها للشعوب العربية التحديات والفرص دائماً موجودة جنباً إلى جنب لكن الشعوب العربية لديها من القوة والإرادة ما يساعدها على تخطي الصعاب وتحقيق النجاح إذا ما اجتمعت على العمل المشترك المستقبل أمامنا إذا تعاملنا مع الأحداث بحكمة وتفاؤل وتمسكنا بالقيم الأصيلة التي تجمعنا كعرب وهكذا تنتهي توقعات ليلة عبداللطيف للأعوام القادمة مع التأكيد على أن المستقبل يحمل فرصاً وتحديات وأن الوقت كفيل بكشف كل الغموض حول هذه التوقعات